هذه إحدى الصور المؤلمة لمنطقة البراضعية مركز البصرة والتي تلكأت بها إحدى الشركات الإيرانية التي كان من المفترض أن تنفذ مشروع البنى التحتية المتكامل للمنطقة إلا أنها فشلت تاركة أرقى أحياء البصرة بهذا الوضع الذي أجبر بعض العوائل لعرض منازلهم للبيع بهدف مغادرة المدينة يعني هذه معاناة المنطقة صار لها أكثر من 8 سنوات تقريبا شالوا التبليط وحفروا الشارع وشالوا الأرصفة على سرح يسوونها أنه بخلوا حتى رصيف ماكو جهان عبرهم فلينة المدرسة خدمات معدومة الماي المجاري التبليط الأرصفة وبالخروج من البراضعية والانتقال لمنطقة القبلة تتضح النتائج على أرض الواقع بين كفاءة الشركات الأجنبية والمحلية التي قامت بتنفيذ مشاريع البنى التحتية في هذه المنطقة فبعيدا عن تقاقر الشركات الأجنبية والإيرانية خصوصا أنجزت إحدى الشركات المحلية وبالمدة المخطط لها مشروع البنى التحتية المتكامل لمنطقة القبلة إنجز بأيد عراقية أثبت قدرة الشركات المحلية بتنفيذ المشاريع الخدمية كان هناك شركات أجنبية قد تلكت بتنفيذ ما مناطق لها من مسؤولية لتنفيذ مشاريع وشاهدنا العديد من المناطق قد أنجزت بالكامل بتنفيذ مشاريع البنى التحتية متكاملة في مناطق متنوعة في من حافظة البصرة من قبل شركات محلية لاحظ أهالي منطقة القبلة خلال موسمين أنطار أن المنطقة لم تكن هناك كأنه لم تكن أنطار نهائيا فنجحت الشركة المنفذة في منطقة القبلة ببنى التحتية والخدمات التي قدمتها للناس تشتر الإشارة إلى أن الإخفاق الخدمي للشركات الإيرانية في منطقة البراضعية هو الثاني من نوعه بعد فشلها بذات الشكل في منطقة المحقل الأمر الذي يرفع سقف المطالبة بضرورة سحب العمل وإناطة المهمة للكوادر المحلية التي جعلت أغلب مناطق البصرة بهذه الصورة من البصرة أركان تقي قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر